الإجرام الاتذي لأمه وهو يتفتح عينه الإجرام في عائلة الأفراد سوابق وما يتبلى وهو يصبح مجريم بالصدفة وتورد في جريمة وأكثر بما يخطط لها أو تكون عنده شي مويول إجرامية من الصغط دياله أو في الشباب وكين في أحد أخرى هي اللي كتحكم عليها الظروف باش تمشي في طريق الإجرام لغياب الوعي أو غير ذلك بحالة الأصناف الثلاثة كثيرة بزاف المجتمعات كلها مشغي في المغرب كما يقدر يتبادل ديالشي بعضين الغالبية ديالهم كي أديوا تمن طيش والتهور ورفقة السوء أو الأنانية ديالهم وغياب المراقبة الأسرية وكين في أحد أخرى صناعت منها الحقرة إجرام وجعلت منهم مجرمين يهابهم الجميع وسميتهم كتخوف اللي يسمعها بلوحوش على سبيل المثال هذا الشخص روع سكان منطقة إيمو الزر كنظر في الأطلاط المتوسط والزوار ديالها ودبره كيقضي العقوبة دياله في سجن قونيتر المركزي هو واحد من الناس اللي صناعتهم الحقرة قبل ما يكون عصابة بعدد كبير من الأفراد مخلات ما دارت وآخر العناصر دياله طاح قبل نحو 8 سنين في مدينة أزرو والمحاكمة دياله تمت في جناية مكناز بلوحوش نقاب كيزعزع اللي يسمعوه وخلي كيحملوه هذا الإنسان كان مجرد واحد دري دري وش ماشي حيط حيط قبل ما يخرج منه العجب وهنا مرانش ندافعو عليه أو نشرعنو اللي تورط فيه إنما بغينا نبنيو أو نبينو لكم كيفاش تحول هذا الإنسان من شخص مسالم كيسمح في حقه إلى واحد من عتات المجرمين في صغر دياله كان كيختم في الفلاحة في الضيعات ديال هاد المنطقة المعروفة بزراعة الفاح والإنقاس كان كيشقى وياكل بعلاق جبينو كيختم في بلد دباه وديال الناس باش يجيب الفلوس وياكل الحلال ما شغل من الفلاحة بل حتى من الطريضة اللي كان كيصيد ويبيعها للناس اللي كيجوا ويزوروا هاد المدينة السياحية السيد كان مبلي بالسيادة ويجعل منها مصدر للعيش وكان مرة مرة كيتبرع على ناس الدوار بالشي اللي كيصيد أو كيبيعها لهم تمان أرخيص كان كريم وصبح حلم ولد الدوار ما شي باللي وصل له في الآخر من الإجرام بل بطيبوبته قبل ما يوقع عليه الشي اللي حول حياته ب360 درجة كما كيقولوا أهل المات هاد الشاب مكان خصو خير قبل ما يدخل الحفز في دوروف خاصة بتهمة السارقة تحكم عليه بخمس سنين ديال الحفز عمليات الإجرامية والتاقى بمجرم آخر التبط لإسم دياله باغتصاب النساء وسرقاتهم وسلبهم ما يملكون لكنه رفض نستق معاه هاد بلوحوش تهي مبقة الأطفال والسارقة بالعنف وصبح لإسم دياله مطلوب لذلك المصالح الأمنية إلى درجة أنه تحول في مخيلة الناس بحال ديك المجرمين الكبار وفيهم اللي قرنوا بروبن هود نسبة لتهوره وشجاعته وطيشه وكونه كان خارج القانون نقطة تشابه بين الشخصيتين طرد العائلة دياله من منزل ديالها زاد من غضب البلوحوش اللي طلعوا تخبى في الغابة وحولها إلى منطقة محضورة على الزوار خاصة من الميسورين اللي لبس عليهم هاتشي وقع وعجز معه السلوطات على الإيقاف دياله أرغم المحاولات المتقريرة ديالها واعتقالها غالبية أفراد أسرته أملا في تقديمه نفسه مليش الدعاء يلتف أخر مرة ملقاش حل غير يسلم رسو نستق مع واحد المستشار الجماعي ومشاهه في الطريق الارباط بش يسلم رسو الوزير الداخلية أنا داك المرحوم دريس البصري هاتشي قبل ما يشدوه جذر منيه في الطريق ويحيلوه على السيجن عين قدوس بالفاس ويبدأي تحاكم بتونهم جنائية تقيلة بولوحوش ودينة بالسيجن مادة للحياة أي المؤبات بتهم ثقيلا بينها تكوين عصابة إجرامية والسطو المسلح والسرقة المصوفة المقترنة بيدلوش تشديد أربعة وثلاثين فرد تحاكموا معهم ومن آخرهم نسيبوا اللي تشد في مدينة أزرون بولوحوش شخصية كان إنسان يدري وش قبل ما يصبح مرعب للجميع ما كانش يكون مؤجرم خاطير لو لا الحقرة اللي رفعت درجة الغضب دياله وحولاته إلى إن إنسان كاسر لا يرحم أحدا ممن يصادفه أعتقدا منه أنه ينتقم من الذين كانوا سببا فيما وصل إليه من تدى مور ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر